هو طبعا شوكة توم ركيكة يعني شوكة توم ضعيفة مليشي الحوثي بشكل كامل وبالتالي هي مصالح هذه المصالح عندما يتم التقاء فيها ستلاقيهم متجمع وعندما يختلفوا فيها ستلاقيهم مختلفين لكن في المقام الأول والأخير قد ربما يكون هناك يعني نوع من ابتزاز المواطنين بحيث أنه واحد يشد والثاني يرخي بما يتلاءم مع احتياجاتهم وسياساتهم القذرة للأسف الشديد فالمواطن والوطن والمقدرات والأموال والحريات وغير ذلك مباحة ومفتوحة وعندما يتم مثلا الصيدرة على الأموال ويقولوا أن زعيمهم لا يقولوا لا هذا ليش معناهم طرف آخر فقد ربما تكون سيناريو سخيف أو يعني سيناريو ليس حقيقي ولكن يقدموه للمواطن اليمني ويظهروا بهذا الشكل لكي يكون هناك يعني ينزهون إلههم عبد الملك الحوثي عن أنه نزيه وأن هناك جنح آخر وأن غير ذلك قد ربما ذلك وأيضا يعني أنا لا أعترض أيضا أن هذا الصراع يأتي من خلال المصالح لأنه حتى بعض القيادات الذي يظهرون الحوثية بعض القيادات الذي يظهروا في وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل فيديو من بيته وكذا يعني يتجلجل من الفساد الذي يستشري ويتحدث وهو أيضا يعني ما بيعتقلهوش لكنه من السلالة طيب هذه الدغدغة العواطف وتغيير النغم الإعلامية لهم قد ربما تصب في مصاب آخر وهو عبارة عن توضيح أن لدينا بعض القيادات السياسية والفكرية لدينا يعترضون على الفساد وأن هناك حرية لكن بمقابل أن المواطن عندما يتكلم أو يتحدث يتم إخراسه وهذا يقول لك لا هذا هو طرف آخر هو الذي يدير الاستخبارات ويدير القوات الأمنية ويدير الاعتقالات والمعتقلات وخصوصا في مناطق صنعاء أما بالنسبة للصعدة هذا مبجل ولابد أن نعود إليه ولابد أن نحبب ركبه وهو كبيرنا وهو غير ذلك هذه تعتبر للأسف سياسة قدرة تنتهجها ميليشيا الحوثي لكي تحسن من صورتها بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر